موسيقى قرابة الشهرين على التكليف والعقد إياها لم يغير أي طرف شروطه ومطالبه ولم يتم الاتفاق على قياس الأحجام فإلى متى؟ العقد الداخلية هي في الواقع صورة أمامية لعقد وتجاذبات إقليمية فالحكومة المقبلة ستبقى في المبدأ إلى نهاية العهد وعليها مهمات كثيرة لذا فإن التوازنات داخلها مهمة لللاعبين الإقليميين وعليه فإن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي يشيع أجواء متفائلة لا يبدو مستعجلا فيما الرئيس ميشيل عون يبدو استياءا من التباطؤ وما بين الحالين البلد يغرق أكثر فأكثر في مشاكله الحياتية والاقتصادية وفي الفساد المتنامي أهلا وسهلا فيك مرة جديدة فيز أسعد بشارة يعني الحكومة كل يوم نسمع خبرية بقى في خبرية واحدة شو هي؟ من بداية التألف واضح أنه ما يسمى بالعقد نعم كانت كامنة حفظة اليوم بحديث رئيس الجمهورية وضح كل شيء أنه أول شيء تقاسم الأدوار مع مع رئيس سعد الحريري ما بعض إذا ما خلينيه شيء بموضوع تشكيل الحكومي وهو الرئيس المكلف أثنين قصة تحديد الأحجام يأتي من من هذا الفريق وبنا بعتقد أنه هايدي هندسة تشكيل الحكومي بالواجهة في موضوع الرئيس عون والوزير جبران بسيل أما بالعمق بعتقد الهندسة يقف وراءها حزب الله وبالتالي هيدا تحديد الأحجام بهذا الشكل إنما هو ليس صدفة هذا الفريق يعتقد أنه ربح الانتخابات وعلى أساس أنه فاز في الانتخابات يريد أن يشكل الحكومي على قياس هذا الربح وبالتالي مسألة العقد حجم هون حجم هون حجم هون هيدا مسألة تفصيل في عدد مجمل بالحكومي لهذا الفريق أو ذاك ويتم التغطية بقصة عقدي مسيحية عقدي درزية مع أنه هي مكونات المشكلة هي هيدا العقد ولكن بما بعد هذا المشهد هناك هندسة حكومية يراد فردة لأنه هاي الحكومة يراد منها أن تنفذ أجندة سياسية بما يتعلق بسلاح حزب الله طبعا استمرار هذا الدور الغطاء بما يتعلق باستعادة العلاقة مع النظام السوري بما يتعلق بالموقف التضامني مع إيران شفنا مبارح رئيس الجمهورية مستعب الموفد إيراني وينحاز كليا بالموقف الرسمي إلى جانب إيران خلافا لمصلحة لبنان هادي هو هادا الأصبع هادا هيك على الجرح نعم رح نفوت معك أكتر بالتفاصيل بس كمان منا ذاكي المستمعين أنه حلقتنا منقولي على صفحة صوت لبنان على الفيسبوك كمان منا نقول للمستمعين أنه اليوم يعني كان يوم ديني بامتياز بوصول زخائر القديسة مارينا القديسة يعني اللبنانية من دار النوبين عاشت بدار النوبين وقداء الصطع يعني ملهمة والآن يقام إديس بصرحة البطرياركي بالدمان لأنه زخائر وصلت قبل قليل للدمان إديس برئيسة البطريارك الراعي يعني بس هيك إذا بتحب تقول شي كلمة يعني اليوم قداء نحنا قداء نعكاس هال يعني حياة هالإديسة يعني نخذ منها شي شي مثلا من حياتنا الروحية وتراثنا وهذا البلد المتعدد دينياً يحضن الفكرة القيامية للأديان والتعاونة معاً أنا طبعاً هون يعني ما بتأمل كثير بالأعجيب ما بحس رح سير فيه عجوبة على صعيد أنه ينتقل البلد من مطرح إلى مطرح هيدا جهد بحقيقة اللبنانيين لازم يكون ينعكس زيادة في الوعي أكثر زيادة في حسن الاختيار أكثر للأسف شي اللي ما صار بس ولكن هيدا مشهد جميل لأن المنطقة النبين هي كانت مهد وملجأ المسيحية والمسيحية هي عنوان للحرية يعني قصت حياة هالإديسة بالذات قداش يعني كانت عندها تضحية يعني عاشت حياة ظلم ألان انتي بتعرفيني أنا قد ما واحد مننا يتخيل بفكري بحياة شربل بالعزلة بالصلاة بالبعد عن الأفكار الشريرة بسموه الوحدة يعني بس مجرد التفكير بأنه الحبيس أو اللي كرس حياته لأطفل عنب وللصلاة وللأنه يكون المتقرب من هالقدرة الإلهية هيدا بحد ذاته بيعطي جو عن لبلين وعن إنسانه وعن جغرافيته وعن تراثه الدينة جو رائع جداً أنا بتأمل بهالجو الروحي نعكس يعني عالسياسي بلكي لا بتأمل بهالجو روحي من شاهد فقط الخارج أو الشكل من معنى هذه المناسبة أن نذهب مباشرة إلى العمق لأنه العمق هو كله قيم وكله محبة وكله رفض للأنانية وقدرة على العيش معا بين الإنسان وخي والإنسان وعن حبة الآخر والتسامي فوق الأحقاد سألتني سؤال لا أحكي عن الشيء الأحب إلى قلبي الإنسان بالنهاية رحلته قصيرة في هذا العالم سبعين سنة ما هني شيء بالنسبة لعمر الكون ماشي هاودي السبعين سنة ممكن الإنسان يقضي هيد الرحلة بطريقة كله يعني كله مادية بطريقة مادية جدا وبيقدر كمان يفتح الأفق الروحي والقيامي إلى أبعد مدى واس يفتح هذا الأفق الروحي والقيامي إلى أبعد مدى هنا تكمن السعادة الحقيقية السعادة الحقيقية تكمن في العطاء وهؤلاء القديسين بعتقد نزروا نفسهم إلى العطاء والأخذ وتجميع المال والسروة والأبناء وكذا قد نتوهم أنه أجمل شيء يمكن ما يكون أجمل شيء الأجمل شيء هو العطاء بس الإنسان يشعر بقيمة أنه أعطى يشعر أنه يرتفع ويسمو إلى ما فوق إلى ما فوق وهذا هو معلاج المناسب يشعر له كثير أستاذ أسعد بشارة إن شاء الله يعني كمان هيك ينعكس شوي على الموضوع السياسي اللي هو بالعكس مش متوقعين أعجيب لما منشوف أنه يعني عم نشوف تشكيل الحكومة تناتش لما نشوف أنه بسدة المسئولية للأسف هناك الأنانية الضاربة والتفكير بالمصلحة الزاتية خلافا لمصلحة اللبنانيين خلافا لمصلحة لبنان ما يجري ليس من مصلحة لبنان أبدا دائما 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 المسئول هو أعطي ثقة الناس لكي يعمل للناس وليس لكي يعمل لنفسه أو لعائلته أو لحزبه أو أعطي الثقة لكي يعمل للناس هذا اللي عم نشوفه اليوم هو العكس تماما يعملون من أجل الأنانيات والمصالح الذاتية الضيقة أنا يعني ما عليش لو الحلقة شطط شوي صغيرة أنا يعني ما بفهم كيف اللي بموقع المسئولية بيوصل كيف يرى أنه يحقق مجده من خلال تجميع ثروة من خلال الفساد من خلال استعمال السلطة بطريقة منحرفة المجد الحقيقي هو أن تأتي إلى هذا الموقع وأنت بجيبتك ثقة الناس ترجع بس تطلع منه الثقة مضاعفة والإنجازات مضاعفة من أجل الناس بس توصل على الموقع أيا كان بالوزارة أو النيابة أو الرئاسة لازم تترك هذا الموقع بس تركه بالإضافة وقيمة مضافة بالتعليم بالصحة بالثقافة بالبناء بالمؤسسات بالاقتصاد اللي لازم بالطرقات بالإنترنت بكل خدمات الناس بكل ما يتعلق بأمن وكرامة ورفاهية وحرية الناس إذا ما عملتون هوا شو بتكون جاية تعمل؟ جاية تجمع سروي وتفل؟ جاية تاخد من السلطة أنك قاعد على الكرسي ومعندك موقع سيارات 30 سيارة؟ هيدا مجد باطل مجد باطل المجد الكبير اللي عمله مثلا دوغول لما ساهم بتحرير فرنسا من النازية ولما مات حطوا على أبرو هنا يدفن شارل دوغول لا فخامة الرئيس ولا سيادة الرئيس ولا معالي الوزير هنا يدفن شارل دوغول هنا العظمة هنا المجد الحقيقي نعم تنرجع نحنا وياك على الواقع صحيح هيدا يمكن الواقع الحقيقي على الأعمى بالواقع اليومي يعني اليوم شو كان يعني ناطرين لحتى تتحلحى لقاء بين الرئيس الحريري والوزير باسير بس نعقد هيك مثل لقاء صغيرة على هامش انتخاب اللي جان نيابية برأيك ممكن يصير فيه اتفاق يعني رئيس الحريري ملتزم على ما يبدو بقصة أن لا يقدم أي تشكيلة وزرية لا ترضي القوات اللبنانية والنقب واليد جبلاطا والرئيس ميشيل عون اليوم أعلن بوضوح انه هيدا مش حجم للنقب جنبلاط ولا الوات اللبنانية وفيه العقدة المقعد السني اللي مش حدا عم يحكي فيها هلا راح تظهر اذا ما حلت العقدة انه بدهم مقعد المعارضة السنية نعم بالتالي كيف يمكن الجمع بهذا الموضوع هذا الموضوع يعني كيف يمكن التقريب كيف يمكن التقريب في حدا بده يتنازل في حدا بده يتنازل التنازل هنا الخطورة التنازل للرئيس الحريري يعني أنه دخل بشروط الفريق الآخر وهو يسعى إلى إعادة جزء من هذا التوازن الذي خسره بعد التسوير يعني بده يتنازل بكل هؤلاء الأشياء بالمقعد السني والدرزي ولا بس بسيجي صحيح يعني شي قبل شي يعني ما فيه تنازل متبادر أما الطرف الآخر يعتبر نفسه يعتبر نفسه أنه الفائز في الانتخابات وهذا التحصيل حاصل أنه هاي الأحجام أنه هاي الأحجام تفضلوا على أساسة من شكل الحكوم هون المعضلة طبية وين الأحجام الحقيقية يعني إذا منجي منحكي بالموضوع السنة كنوا وقعيين فيه صار سنة خارج طيار المستقبل مش لازي بيتمثلوا طيب نحنا عم نحكي بموضوع العددي أول شي فينا قطين بالنسبة للسنة والمسيح بالنسبة للسنة أولا إذا هني شايفين أنه تمسك الرئيس الحريري بهايدا الحجم خمس وزراء سنة وبحفصة القوات اللبنانية والنائب والجمهورات مثل ما هي إذا شايفين أنه هي مش لها صالح فليكن يعني ساعة يتخلوا عن الرئيس الحريري يقولوا ما بدنا يياه لش كلفوه من الأساس كلفوه تيكون رئيس حكومي مكلف يلعب دوره كاملا وبالتالي هن تب أنه يا كل هالشروط يبدو الحريري هني بيعرفوا أنه ما فيهم يقلعوا بحكومة أنه هنو فكرة كمتمسكين بالحريري ما بيعرفوا بحكومة يعني هو الورقته اللي فيه واجههم فيها أنه بدكن يلعب في عندي هالشروط صحيح هنو مش متمسكين بالحريري عسود عيون يعني من القصة عواطف بالسياسي هنو بيعرفوا أنه حكومة بأي كان من شخصية سنية خارج إطار سعد الحريري عندها صعوبات تقلع بدون الغطاء السنية بدون غطاء ابن رفيق الحريري ولكن بدون إياه مجاني بدون إياه بشروطهم بدون يستعملوا هذا الغطاء بدون يستعملوا هذا الاسم أنا بتمنى على الرئيس سعد الحريري أنه يكمل بهذا الإطار ويرجع يصحح جزء من هذا التوازن مثل أي مدى فيه يوصل معهم؟ هذا السؤال لا أنا بجاوبه يعني ما جواب إلا عند الرئيس سعد الحريري هل الواضح أنه سيكمل ولكن الطرف الآخر ما ترك للصلح مطرح يعني بهذا الموضوع يعني اليوم حديث الرئيس عون عن مهلة أسبوع حديث الرئيس عون عن قصة أنه الحريري أخطأ وهو يكبر حجمه كما يفعل جملات وجعجع يعني عم نشوف أنه تصغيد المشكلة هي أصبحت اليوم ما بين الرئيس عون والرئيس الحريري يعني الفريقان وحلفائهم رئيس عون وحلفائهم صحيح 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 لأنه حسب الله لاسا بعيدا عن المشكلة يعني هون الرئيس الحريري عم برأيك عم يتبع سلاح أنه التأخير أنه طيب لا عم يقولي يا بتشكل مثل ما أنا بشوفها مناس بي أو ما بشكل هون لهالسبب هذا عم يطرح رئيس الجمهوريه اليوم قصة اللعب بالصلاحيات وهي شغلة خطيرة كتير أنه في صلاحية مفتوحة للرئيس المكلف في فترة مفتوحة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللعب فيها معناتها راح تلعب بعدين يعني إذا العبد بالطائف بهذه هاي دي بس ما عنده هو دستوريا بلا يحاول يحاول قصة أنه يعني عم بقولي الرئيس الحريري أنه أنا كتبت أول مقال أنا كتبت أول مقال إذا ما رأيت طبعا أنت تابعي جدا قصة تشكيل بمرسوم ولا تشكيل شفاهي ولا تشكيل ببيان تكليف تكليف ببيان يعني في عنده مخارج عم بيفكر فيها بس هي مخارج خلافا للدستور ما أنه دستوري هذا اجتهاد لا ينطبق على الدستور ما عنده مهلة رئيس حكومة المكلف ما عنده مهلة لأنه هاي دي عم برجع كرارة كتير هاي دي الشغلة ما إجت بالدستور بالطائف عن عبس إجت وحدة بوحدة يعني مقابل القبول بهاي تم القبول بقصة ولاية رئيسة مجلس النواب اللي مدد أربع سنين من دون نقاش إلا بحالات ديئة جدا لا تطبق يعني هاي بيلهاي مش أنه سقطة سهوا مش إجت هاي دي القصة مهلة تشكيل الحكومة من دون ضوابط زمنية سقطة سهوا لا ما سقطة سهوا بالتالي هاي دي قصة هاي دي مثل صلاحية تقريبا مثقية تقريبا مثقية اللعب فيها يؤدي إلى فتح المجال أمام اللعب بكل الدستور بكل الدستور اللعب بالمناسبة ما هيك من يضمن إذا أنت عبد شي عم بتغير يعني لعبة خطرة عم بيلوح فيها الرئيس الجمهوري أكيد أنا بتقديري لعبة خطيرة جدا وهذا الضغط على الرئيس عد الحريري بيقدر بيقدر الرئيس عد الحريري من نفسه يقول أنا لم أعد قريد أنا أرهب أن أشكل هذه الحكومة ويعتزل عن تكليف هذا حقه ولكن أن يتم الضغط على ساعة بكلام عن عريضة نيابية طب لما بكمان بيلوحوا بأسماء أخرى يعني عم بتقول حضرتك أستاذ أسعد بشارة أنه هن بدون إياه للرئيس الحريري بدون إياه بشروطهم أوكي بس عم بتنسمع أوقات تلويح هذا جزء من عدة الشغل في غير أسماء ممكن يجب هذا للضغط يعني على الرئيس الحريري هذا جزء من عدة الشغل للضغط على الرئيس الحريري بس أنا بيعتقد أنه هن الخيار الأفضل بالنسبة لهم لو حظب الله تحديداً أن يكون ساعد الحريري رئيساً لهذه الحكومة ولكن مثل ما قلنا بشروطهم ولكن هو بعد ولا حد هلأ عم يتمهر أنه كيف أنه هو كيف بده يرجع يفوت على حكومة بغير مؤمن الجوانب يعني لا على اليسار مؤمن لا على اليمين مؤمن جوه بتفوت على الحكومة سياسة الخارجية بيحددها الوزير جبران بيسيل اللي بده ينفتح عن نظام السوري يرجع العلاقات كاملة هل هذا الشيء متوافق عليه هل بيقدر سعد الحريري أو القوات الدينية هل يجبين عمل بكرا بيان وزارة هل بيقدروا يوفقوا على استعادة العلاقة مع النظام النظام السوري طيب في موضوع عودة النازحين طيب عودة النازحين لماذا لا تتم عبر تفاوض غير مباشر عبر الأمم المتحدة طيب فيه طريقة لهذا الموضوع اللي عرفناه مبارح ناس من ناس من عرسال خبروني على ذمة الراوي انه الدفع اللي راحت ليلة العدد بالمئات ما كانت امنة بسوريا فاتوا علي نظامه اعتقلوا ناس وقتلوا ناس يعني صار في كلام هذا نحف هذه العودة بس كان لواء ابراهيم مشرف على الموضوع وبظل عند اللواء عباس ابراهيم خلي اللواء عباس ابراهيم يعني طبعا هو امير عاية دا الموضوع هذا القانون رقم عشرة هيدا تهجيري ديموجرافي داخل سوريا لا يريدون عودة هؤلاء يريدون ابقاؤهم نظام بقصد هو النظام عنده المشكلة ليش انه حدا هو يجب ان يعوده طبعا ولكن الحكومة طبعا من مهمات الحكومة من مهمات الحكومة يعني رئيس عون يريد يريد هذه المهمات لهذه الحكومة فيما هل بيقبل رئيس سعد الحريري او بيستطيع ان يقبل او القوات اللبنانية بتقبل انه ما القوات اللبنانية وزراء بها شكل مشوف كتير يعني معقد الاصل وزراء قدم استقالتهم بالحكومة هيدا الحالية حين زيارة الوزراء الى الشام قدم لوحوا بتقديم استقالتهم رح قدموا استقالتهم وقدموا استقالتهم بمطر هل بيقدروا يتحملوا هيدا السقف انه يكونوا غطاء لسياسة يرفضونها هيدا بنا نشوف بس هلا المهم تولد الحكومة بالاول طب لاش الرئيس الحريري يعني انه كان يطلع دايما على بعضها يمكن مرتان يعطي تصور هايك اولي بس لاش ما شكل هايك حكومة كاملة وطلع عند الرئيس انا يعني بيوضع الامور لعدم الاستنفق يعني انا هون في خير لانه في جهات عم بطال انه بازم يعمل هايك بركة انه هيدا تزيد من خفاء يعني عنده خشية من قصة انه رئيس جمهورية اذا رفض هذه التشكيلة يسلط الضوء فورا انه او نتفق او بتعتذر يعني بيكون قدم ورقة اضافية لبضغط عليه بالاعتذار اذا رفض التشكيلة انه قدم التشكيلة لم لم يوافق عليها رئيس جمهورية وهذا حقه الدستورة وبالتالي اعتذر عن التشكيل ضغط اكثر للاعتذار بعتقد هدا هو السبب انا تقديري خطأ رح يوصل لوقت يفكر بها الموضوع الرئيس الحريري يعني هادي عند الرئيس الحريري هلا صحيح نحنا مضي شهران في حكومات طولت هلا هو لتشكيل حكومة يتوزر فيها جبران بسيل وقت صهر او لا احد كرميل كرسي ايه اعتصام وسط بيروت عطل البلد سني الفراغ الرئاسي عطل البلد سنتين مجموع من 2008 ل2018 فيه تقطيل اربع سنين مسؤول عنه هدا الفريق اربع سنوات تعطيل مسؤول عنه هدا الفريق اليوم انه الرئيس الاوي ما بيقبل هي بعد منسينا التمديد للمجلس النوار التمديد وبالتالي لا ما تقبله بحق غيرك انه رئيس سليمان انه يعني كان يجوز انه تعبط العهد وحكومات رئيس سليمان وانت اليوم رئيس جمهورية لا تقبل بانه المفاوضات اطول لتشكيل الحكومة حق حق رئيس الجمهورية الفراغ والشواز والقاعدة هي انتظام عمل المؤسسات طيب بس انه هدا الفريق وقت مصلحته تقتضي بدون رمشة عين يعطل البلد يعطل البلد بالرئاسة والحكومة وكل شيء وبالتالي اليوم نحن يعني امام امام صورة بتقول انه انه يطرحون مطالب مبالغ فيها لارجحيك كبرى داخل هذه الحكومة مطالب المبالغ فيها هي من مين عم يطرحها يعني بترشيد طيار الوطني طبعاين يعني اليوم حصت طيار وحصت الرئيس هل هيدا شيء كمان منطقة ما هيدا عاملين اتفاق بمعرب واضح واضح بالنص هيدا اللي يفجر اتفاق اسمها الماضي انه حكومة تلاتينية تلات وزراء طب شو عدا ما بدأ موقعة طب شو عدا ما بدأ لا خمسة حصت الرئيس ولا ازا جبران بسيل ومشي العون واحد لا ما بتكون حصة واحدة طيب حصت الكتلة التكتل طيب ازا الرئيس قلو تلاتة انه شو المشكلة ازا قلو تلاتة تلاتة وزراء لأ خمسة هون النكس يعني باتفاق معراب مع انه مع انه هيدا اتفاق يعني سنق بين طرفين مش مفروض يترك اي انعكاسات على الاخرين بس ازا هن اتفقوا مع بعضهم على هالموضوع اه ليش طرف عمين كس فيه يعني هنه عم بيحط عم بيقول انه القوات نكست فيه من خلال عدم دعم العهد لما اخره لانه اكل الطعم وبلع الصنارة اكل الطعم وبلع الصنارة لانه شو بديو بعد غير انه انت خاب الرئيس عون ببعض الرئيس عون كان عماد عون كان بالراب يمستعجل جدا انت نهار معراب كان يوم شتي وعواصف ونطرع حر من الجمر انت يوقع جبران بيسيل فوق ويطلع يمشي ويطلع ويعلنوا الاحتفال والتوافق والتفاهم الاتفاق السري الاتفاق السري يعني كيف الحصص الوزاري وهذا فرط هذا الاتفاق السري كشف لانه فشل الاتفاق لانه لانه في طرف في طرف كان كل همه الموضوع انت خاب الرئيس عون فيما بعد مرحبا يا خال خلصنا عملتوا اللي عليك ومرحبا يا خال طيب غير قابه لمصدقيته غير قابه لتوقيعه غير قابه لتعهداته وهادي شغلة بيقدر كل وعد يعملها أنا بعملها أنت بتعملها كتير سهل الواحد يمضي ويرجع يقول خاصة إذا ما فيه كاتب عدل بيمضي وبيقول لك مرحبا بيقول له هيدا أمضاك بيقول لك أنا هون مضيت ها مضيت عغير شيء أنا بقصد بالجملة التالية هون أنه ما بقصد هاك انتركز بسلعة بقوله نا إبراهيم كنعان إحنا ما عنا أي فاتو على أنه يكون فيه حقيبة سيادية للقوات هيدا باجتماعهم اليوم نا إبراهيم كنعان مع احترامنا هو نادر صعب طبع هيدا التفاهم يعني هو كشو فيه عملية تجميل يجمل كذا بيكون التفاهم صار جدي بيكون هو يعني بيجمل له الوجه وهم مشط له الشعرات إنه شمس شرقة شمس شرقة والناس إشعر فيه فرق بين التفاهم هيدا ولد ميتا حينما أولا يعني تحقق منه باند انتخاب الرئيس عون انتخاب الرئيس عون البقية طيب بس فيه موضوع المصالحة يعني عبوله فيه فرق اليوم بين اتفاق معراب كاتفاق وبين يعني مفاعله على المصالحة المسيحية مين ضد المصالحة المسيحية بس كلمة المصالحة المسيحية بس إنه يدل إلا مفاعل على الأرض المنفصلة عن قصة انخراط المسيحيين بالدفاع عن الدولة يعني كأنه المسيحيين جي جزيرة عدين عم يتصالحوا وحواليهم الحراية وحواليهم السلاح غير الشرعي وحواليهم كل شيء وجزء منهم مأيد هذا السلاح وفيما بعد منقول مصالحة مصالحة مسيحية المصالحة المصالحة تفقد معناها حينما ترتبط بمصالح المصالحة خلافي يعني معاكسة للمصالح لا تربط بالمصالح لا تربط بالمواقع يعني لازم تكون هي تلقائية هلأ إنه لو ما القوات اللبنانية قبلت بانتخاب العماد عون كان قبل العماد عون يتصالح مع القوات اللبنانية وهي شوفي شو عم بصير شوفي حملات التخوين إنه مبارح كان مثلا كانت القوات اللبنانية بنظر شريك وكذا اليوم رجعوا يحكوا بالاغتيال والاجرام والحرب ويمشوا مقابر الحرب هل هذه مصالحة؟ المصالح تكون بلا ثمن وبلا شروط والمصالح تكون مرة واحدة ولمرة واحدة وأخيرة ودائما هذه هي المصالحة بيكون قرار نابع داخلي بطي صفحة الماضي والانطلاق إلى مستقبل جديد بغض النظر عن الخلافات المصلحية ولكن للأسف لم تكن هذه المصالحة كانت عملية تجميل للخلاف وفيما بعد يعني هلأ الدكتور جعجع ندمان على هالقرار اللي أخده برأيك هو بيعرف يعني شو مشاعره تجاه هذا الموضوع ولكن أنا حطي حالك محل شخص هو كان عنده كمان أهداف أخرى اتفاق غير مباشرة اتفاق متكامل في طرد اتفاق متكامل والطرف اللي بوجك نكس بالعهد وبالتوقيع شو بيكون شعورك؟ بيكون شعورك أنك أنت خدعت طبيعي هذا طبيعي ولكن المبدأ الذي قامت عليه المصالحة هو الاتفاق هو أنه يمكن إيجاد يعني أنه تفاهم هاتين القوتين ممكن أن يعيد الدورة المسيحية وهذا برأيي خطأ لماذا خطأ؟ لسبب خطأ لأنه نحن إذا لم تصب قوة المسيحيين في استعادة الدولة اللبنانية المسيحيين حمايتهم الدولة مش حمايتهم ذاتية أبدا لأنه إذا حمايتهم بس يكونوا هن أول شيء أقوياء معنا بزيتهم أقوياء متفقين يعني الدولة الأوية بتخليك أنت أوية بتخليني أنا أوية بتخليني أنا تصلني حقوقي كأن عز عيد الأفراد أو الجماعات أو الأحزاب نحن اليوم تلعى غرار ثنائية الشيعية العماد عون بتطرح نفسه الرئيس الأوي هو المستقوي بحزب الله مش الأوي بدون سلاح حزب الله الأوي بشعبيته كمان قوت حزب الله يعني ما معلاش شعبيته كان نسبياً يعني اليوم يعني الوزن اللي بيتقرش بالسياسة هو مشروع حزب الله مشروع حزب الله هو اللي عطل البلد سنتين حتى ينتخي بالعماد عون ما بيكون هون عم بيمارس القوة طيب هو بيقول لعماد عون إنه في حملة اليوم على العهده يعني كان طالب منه اللي يدعموا العهد بس ما حدا ما عم يدعموا كقوات لبنانية شوي الحكي ده غير صحيح باعتقد غير صحيح يعني عددوا عدة نقاط طيب منه منطقية كله اتفاق معراب هو اتفاق ملتبس ملتبس هاي ده حجج وذا رائع هاي الحجج فيك تعمل الحجج والزريعة اللي بدك إياها لتقول أنا نقضة اتفاق ولكن هاي ده حجج وذا رائع أنا باعتقد أنه الخطوة اللي عملها خلافاً لرأينا يعني نحنا من الناس اللي كنا نقول إنه هاي ده خطأ جسيم إنك تروح تسلم حليف حزب الله وتنتخبه رئيس الجمهورية لأنه هاي ده بداية للمس بالدستور هاي ده بداية تكريس السلاح هاي ده بداية انهزام كبير طب هو لما قبل دكتور جعجة عم نرجع لوقت اتفاق معراب كان يمكن عنده خلفيات أخرى كمان يعني يعني يمكن عينه على معركة الرئاسة حق المشروع أو على استيعاب الرأي العام المسيحي شوي ورا شوي حق المشروع أنا بدي أنصف هون بهذا الموضوع أنه قصة تنفيس الحقد اللي كان مزروع بشكل هائل ومنظم يمكن كان أحد هاي ده أحد الإنجازات خلينا ما كمان نكون يعني تنفيس هذا الحقد وفي فئة من الناس كانت وسطية ومضللة ومدفوعة بالحقد وبتجربة الحرب برأيي دي الفئة كانت يعني استفادت شوية وعي ورجعت إلى موقع أن ترى بشوية عقلانية وشوية حيات وهذا شيء مهم حتى المصالحة قصة فكرة المصالحة اللي نحن معها إلى الآخر بس نحن مش معها على قاعدة تبادل الخدمات وتبادل المصالح فكرة المصالحة فكرة سامية لا يعجب إخضاعة إلى تبادل يعني أو بتعملني رئيس جمهورية بتصالح أنا وياك إذا رجعت اختلافت أنا وياك بتكون أنت ملاك معي بتصير مجرم هايدي مش مصالحة هايدي هايدي ابتزاز مشروط نعم ابتزاز مشروط طيب يمكن كمان يتم تعامل مع هالحكومة على أنه بدا تكون يعني تضل يمكن مستمرها للعهد للعهد مشان هيك يعني مهمة التوازنات فيها صحيح هذا الكلام صحيح أنه هاي حكومة بعد استبعد أنا أنه يتم تغيير هاي الحكومة ستشكل يعني الرئيس المقبل بدو يجي ب ب ب بعهد هالحكومة ستشكل لتدير يعني يعني اليوم نحنا كأنه عم نشتغل معركة الرئاسة من بكرة المبكرة ما بعرف لش عم نشتغلوا معركة الرئاسة المبكرة يعني ما بعرف شو معطياتهم يبدو أنه الوزير باسيل كمان عامل معركة رئاسة جمهورية مبكرة ما بعرف شو سبب العلم عند الله وعنا الوزير السابق وسليمان فرنجية كمان المرشح الدائم المرشح الدائم برأيك مين حظوظه أكبر ما يتعبوا ما يتعبوا اللي بيختاروا السيد حسن طيب يعني بين وزير جبران باسيل مين أحظوظه أكبر أنا تقديري هالمرة للنائب سليمان فرنجية إذا ما تغيرت المعادلات الإقليمية يعني إذا بيئت توازن بالمنطقة تقريبا بهذا الشكل لحظب الله الكلمة الطولة بتعيين رئيس الجمهورية كما حصل كما حصل باليوم صحيح من تتحكي حالنا فبالتالي بفضله يعني سليمان فرنجية على جبران باسيل رغم يعني كل هالأمو الشيء العمية عمله باسيل يحاول نزل الآن تجميع أوراق رئاسية وهاي معركة الحكومة تجميع أوراق رئاسية أعداد أوراق رئاسية مش معركة فقط من أجل الحكومة يعني هاي إضافية أوكي فبالتالي هاي المعركة اللي هو كرة ما بعرف شو سببها عم قلك ما بعرف شو سببها ليش هلأ المبلشينة عن بكير العهد لتشارين بيصير سنتين يعني بده أربعة سنين بعد وأربعة شهر نعم بكير يعني الله يطول بعمر الرئيس طبعا أكيد اللي منتمنى الصحة لكل الناس والعمر الطويل نعم طيب خلنا ننتقل معك لموضوع آخر غير الحكومة لناطرين اليوم اللي نشوف لأنه تعودنا هايك أوقات بصير شي فجأة صحيح شو بتولد الحكومة بصير فيه اتفاق خارجة بلحظة المعينة ممكن بس هدا الشي أنا بش عبقول بس الترجحات الإقليمية اليوم مثل ما كنت عبتحكي قبل شوي يعني شفنا بتمرتبطة بالوضع بسورية حد كبير وضع بسورية عم بيميل لمصلحة النظام هن بدي بيشكلوا حكومة درعة عم بيميل لمصلحة النظام بيشكلوا حكومة درعة وطبعا رئيس حريري عم بيمانع ممانع ممانع يحاول أن يستعيد جزء من هذا التوازن قدي بي نجاح ما بعرف حقيقة ما بعرف دب خلنا نتقل معك لموضوع تاني اليوم عنا كمان موضوع الفساد اللي حتى رئيس جمهورية عم يطرحه اليوم من جانب شوي هيك غريب إلى حد ما إنه كأنه في إلقاء الكرة بملعب الناس إنه الناس لازم يكونوا متجاوبين مع الفساد مع مكافحة الفساد هل هالطرح يعني إنه الناس شو هنه بتحمل المسؤولية أكيد بيتحمل المسؤولية أنا رح أحكي بس إنه منهم بتبلش القصة رح أحكي كلام معه حق معه حق بس معه حق لأنه انتخبوا كتلته معه حق إنه الناس انتخبوا كتلته وغير كتل وغير كتل رجعوا جددوا لمنظومة هي المسؤولة عن كل شيء عام نعيشوا يعني برأيك يعني الناس انتخبت المنظومة اللي كانت دائما تنقلها صحيح أنا قلت خمسين بالمئة من اللبنانيين انتخبوا تقريبا خمسين بالمئة من المسجلين على الورق وهذه نسبة مش صغيرة ومش كبيرة يمكن تطعها شوية للستين خمسة وخمسين بالمئة في ناس مش موجودين باللبنان ما نشيرهم نحزفهم يعني عمليا العدد اللي بنتخي بحقيقتان انتخب صح لو كان شوية أقل أقل شوية بس انتخب نعم نصف اللبنانيين نعم المسجلين نصف اللبنانيين المسجلين انتخبوا جددوا بنسبة خمسة وتسعين بالمئة لكل هادي البنزور لنفس الأشخاص طيب فازا شو قلوا معنا بعدين النق طيب ليش عم بتنق طيب ليش عم تنتق ليش عم تلعن حظك ليش عم توقف بالعجقة واتكرفت لا لا طيب ليه برأيك برجو لا الانترنت عندك ضعيف كتير وعم بيدفعوك بفاتورة تلتمية أربعمية دولار بالشهر وعم بتنق طيب ليه مين وزير اتصالات مين وزير كهرباء ليه الكهرباء عندك أربعة وعشرين ديشون كتير بتدفع فاتورتين وثلاثة طيب هون طيب ليه ترأتك مكسرة ليه الشاطئ عندك ملوث ليه زبالي هلا متذكر سامي جميل نجا ليه زبالي عندك مردومي بالبحر عم تردم بالبحر عم بتعمل أكبر جريمة طيب ليه مين المسؤول ليه ما بتنعمل معامل نفايات حقيية بدون رشاوة وعمولات ليه ما بتنعمل معامل الكهرباء دي مشو السبب لك يا ناس للأسعاد بشارة هذه بدأ دراسة اجتماعية إنو ليش الناس بيرجعوا ينتخبوا نفس الأشخاص بكونوا عم ينتقدون في مجموعة أسباب أول شيء وليش ما نجح ما يسمى المجتمع المدني إذا ما نخفف المسؤولية إذا ما خفف تحميل الناس المسؤولية منقول إنو البديل لم يكن على قدر التوقعات بس إذا بدي أرجع مزبوط أنا لا ما فيه يشيل جزء المسؤولية على اللي انتخبوا ما فيه يشيل هذا جزء المسؤولية ليه بس كان البديل يعني نسبيا موجود بمناطق معينة بين إنو أطراف كانت بالمعارضة أحزاب معارضة كان عنده أداء ضد الفساد وأطراف خارج يعني بالمجتمع المدني ولو كانوا متفرقين وقلال ببعض المظارف عطيتيني مثل حي طيب أنا مثلا سامي جميل أتفق معه بعض المواقف السياسية لا أتفق معه بأخرى بس أنا فيه يقول إنو سامي جميل منو أعطى نموذج ممتاز بقضية بناء دولة حقيقة بكل ما يتعلق بأمور الناس نعم لا فيه طيب وهلأ ما يزعل منه حزب الكتاب أو شيخ سامي رح أحكي عن منطقة المتن مثلا أنا أزق بن المتن الشمالي وشايف هذا الشط تحت عمير أدم بالنفايات وشايف هادي الطريق المخنوقة من المرفق لطبي كل يوم بدك عشرين ساعة لتوصل وشايف الجسر اللي عم يتباطق وشايف الكسارات اللي فوق أنا ما بنزل بعطي أرجحية كبرى لشخص عم يشتغل برؤية وببرنامج مثل سامي جميل لا بدي أعطيه فقط نابان هيدا المتن فيه 200 ألف ناخب مثلا هذا سؤال يسأل عند الناس لا لا أنه أنا لأنه أنا ملتزم بفريق سياسي على طريقة حب يعني كأني أنا فريق باسكت يعني أنه أنا مع الحكمة وأنت مع الأنصار وأنا مع النجمة تطلع من الأحزاب الملتزمية لا لا أنه الالتزام السياسي للناس هل هو شي مقدس ولا هو بناء على الإداء طيب بس كل الناس ملتزمين سياسيا يعني واضح أنه مفروز هيك في ناس ما عنده التزامات هيدا لازم تختار عزورك أنه هيدا تصويت اللبنانية مش هيك هاودي اللبنانيين هاودي هن اللبنانيين هيك صوتوا أنه أنا بالمتن إذا حدا عم بيخده عندي معركة تينظف هذا الشط يمنح حصول كارسي أو إذا حدا باسمي أنا عم بيسقط ضرائب كبيرة بالمجلس الدستوري بعمل برلوماني معارض موصول ببرنامج شو بعمل يعني هادي بدأ دراسة اجتماعية ما هادي هي يمكن للتركيب اللبناني أنا اللي عم قوله عم قوله أنه نحن نحتاج إلى الوعي والوعي والوعي وثم الوعي لأنه نحن مسؤولين عن مأسينا كمان نحن لبنانيين مسؤولين عن مأسينا مسؤولين عن التجديد لمأساتنا وهذا كلام لازم ينقال بقى مش أنه لا مش أنه الذي تنتخبه بيقعد بيجلس سعيدا في موقعه بيعملك يعني من ها المنطلق أنه السؤال كنا عم أسألك أنه كيف ما نكافح الفساد من ها المنطلق أنه الناس رجعوا ونتخبوا نفس الأشخاص اللي كانوا يشكوا منهم صحيح صحيح طب عم نشوف اليوم يعني فساد وفساد وفساد طب ما حاول اللي عملوا فساد قبل اللي عملوا فساد قبل الانتخابات رجعوا تم التمديد لقلهم بعد الانتخابات في شي مفضوح طب هايدا بوضع ما يقص منه لا لا ما نحن ملنا سعودويين بس أنا عم قلك بكل وضوح وعم قول عم يسمعون الناس أنه الاستمرار بهيدي تجديد الأعمى لهوض السياسيين وبدون تعميم لأنه في ناس منهم أكيد جيدين وممتازين بس بشكل عام الحكم ما صار وإداء هذا الإداء طب مرسوم التجنيس أنه حدا بقدر يقول عنه إلا أنه في مليون ومليار علامة استفهام مالية لأيه هلأ نطرين قرار مجلس الشورى برأيك رح يطلع بقيلت كلمة من من الأمن العام أنه 85 قسم كذا لا يكفي هذا طب ما بيكفي ورغم هذا كله رح ياخده جنسية طب هيدا مين بس أنا بفك التباسه صفقة الميكانيك اللي نقضى مجلس الشورى الدولي طب هيدا كانت مرأة طب هيدا كانت مرأة طب أنه هيدا ما فيش إلا ترتبات قانونية قضائية فيش محاسبة طب هيدا نقضت هيدا مضروبة باتنين كانت طب فبالتالي نحنا متحدث هم ندعي لزيادة الوعي وأنا لتالت مرة على الإعلام برجع بستشهد بمقال للأستاذ للعويد يقول نعيش وعيشة الكلاب نموت وميتة الكلاب أيها اللبنانيون جزء منكم مسؤول عما وصلنا إليه لأنه أنتوا بقى يديكم كذا وبنرجع بنحكي عن اللبناني اليوم بحكي عن اللبناني الأعزل من أي شي المواطن ليشعر نفسه أخي أنا لا ماروني ولا سني ولا كاتوليكي أنا مواطن أريد حقي في الكرامة والحرية والأمن والرخاء والرفاهية وبناء مستقبل لأولادي يا أخي أنا مواطن يا عمي فيدي دولة مدنية هيدا يا غيرت الدين بتكلفك كتير بس تمشي وراها على هبل بس يقل بس يقل لك هذا الزعيم اللي مزعمه عليك يا غيرت الدين أنا بيحميك من غول معنات أخد منك كارت بلانش إنه يسرقك يعني هيدا أحد أسباب اللي بتخلي العالم دور حول نفسه مية بالمية الطائفية مية بالمية نحنا الخوف من الآخر إذا بيتشكل تيار لبناني يعني من كل الناس أيّا كانوا يطالب بمطالب حيوية تهم كل إنسان تهم كل عائلة تهم كل طفل تهم مستقبلنا طب هيدا شو بيؤدي بلك بلك بيؤدي دورة الانتخابات المقبلة بصير في شيء بعد السن 3,000 عزراً على التشيقهم بهيدا مش تشيقهم هيدا خراءة للواقع وقعية يمكن هيدا هالانتخابات كان عنا أمل إنه كوصير في تغيير بس للأسف خيب هيدا الأمل خيب جداً أنا برجع بقول لو هيدا المجلس تغير منسبة 30% أو 20% كنا شفنا أمل للمرحلة المقبلية تأسيسة أمل تأسيسة ولكن لا في شيء اسمه دقل ماي بعد أماي يعني 95% أو 98% من من هذا المنظومة رجعت بأصوات 50% من لبنانيين نعم كمان موضوع تاني يعني بهاليومين أخد حجم معين هي والجدل اللي صار بين نقب جميل السيد والوزير زعايتر برأيك إله أي خلفية والله ما بعرف إذا كلام النقب جميل السيد موحب هي من حزب الله ولكن أنا بعرف أنه هو بيعمل هيك عملات يعني غير متوقعة هلأ الشي اللي بدي أقوله بكل صراحة وأماني أنه فعلا في مشكلة بين بقاع وجنوب بقاع دفع ضرائب بالدم بالدم بمرشو حزب الله أغلى بكتير جنوب أخد تنمية أكبر بكتير اللي بقاع محروم صحيح بغض نظر أنه هادا الكلام عبقوله جميل السيد بس هادا الكلام صحيح هادا الكلام صحيح اللي بقاع متروك متروك قريب من الواقع قريب من الواقع اللي بقاع متروك متروك حكينا نحو إياك كمان بخلال الحلقة عن زيارة المسؤول الإيراني الأنصاري صحيح كمان حاب أخد منك هادا نائب النفس هادا شي أقليمي عم بقوله مش داخلي موضوع أقليمي ع طريقة الرئيس أنه شو قلو علاقة لبنان أنه بده يدعم إذا إيران عنده مشروع توسعي بالعالم وجزء منه جاني على البلد وسلاحة في البلد ومسترهن البلد لبنان طيب أنه الرهينة يتضامن مع السجان هادا يعني بعد ما صار بعكس بعكس الطيار بعكس الجو لبنان مصالحه مع العالم العربي مع المجتمع الدولي لبنان جزء لا يتجزأ من العلاقاته الاقتصادية أولا مع العالم العربي ومع السعودية والخليج ومع المجتمع الدولي بوقت إيران عم تعرض لعقوبات لأنه عنده برنامج نووي لأنه عنده برنامج صواريخ باليستي لأنه عنده انتشار من اليمن متدخلي من تنشر الفوضى من اليمن إلى العراق إلى لبنان إلى سوريا أنه لبنان بيموقف واحد مع إيران فأزن يتوقع لبنان فليتوقع عقوبات أو حصار على الطريقة اللي عم تتعاملوا فيها مع إيران وهذا من نبعيدها من نبعيد طريقة تشكيل الحكومي يعني إذا مثل ما يقال أنه لبنان من حصة إيران من حصة إيران هيك رح يكون من حصة إيران يعني هلأ من بعد القمة الأمريكية للروسية كمان خلا نسمع المجتمع الدولي شو عم بيقول مجموعة الدعم الدولية شو قالت شددت عن نائي بالنفس آه ليش اللي عم تشدد عن نائي بالنفس لتقول أنه أي رغبة للبنان بأن يكون عضو فاعل في هذا العالم أو موجود يجب أن لا يكون مستطبع لإيران نائي بالنفس طيب أنه أنا شو قلي عليا باليمن شو قلي عليا أنا بالسورية شو قلي عليا أنا بالعراق هل هذا هو مشروعي هل وضع الاقتصادي يتحمل هل وضع لبنان يتحمل أعباء هذا المشروع لا بالتأكيد لا يتحمل وبالتالي المسؤولية هون على على اللي عم يعملوا هذا الإيدي على اللي عم يضربوا نائي بالنفس نعم نحن باعتقد أستاذ أسعد بشارة خلص وقتنا شكرا ودي أنا أشكرك على حضورك معنا ببرنامج منشات المساة شكرا مادم أيلان أهلا وسهلا فيك كمان بدي أشكر زميل المخرج بير جامو وزميلتنا كارول شكرا لبير جامو كارول كرب كمان دايما بتتابع معنا التحضيرات والإعداد وكارول اللي بتحضر الإعداد ونسمع صوتها دايما نعم كانت معكم أيلان زغيب عيسى شكرا للمستمعين شكرا للمشاهدة